بحضور اسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وقيم بعد ظهر اليوم السباق السادس للخيل لهذا الموسم الذي يقيم على كؤوس شركة الخليج لصناعة البترو كيمويات ومؤسس الحصان العربي لخدمات الفروسية وكأس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخيرة كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو وممثلي الجهات الرعية للسباق وجمهور غفير من محبي رياضة سباق الخيلة واشتمل السباق على سبعة أشواط وتم تتويج الفائزين في السباق حيث قام السيد حسن المدحوب مالك مؤسسة الحصان العربي لخدمات الفروسية بتقديم كؤوس المؤسسة إلى الفائزين حيث قدم كأس الشوط الأول إلى سمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن عيسى الخليفة وكأس الشوط الرابع إلى سمو الشيخ سلمان بن عيسى الخليفة وكأس الشوط السابع إلى متعب الأيداء العنزي كما قدم علي حسن المدحوب مدير عام مؤسسة الحصان العربي لخدمات الفروسية كأس الشوط الثالث إلى عبداللطيف جاسم المريسي فيما قدم المهندس فاضل الأنصاري مدير عام التصنيع بشركة الخليج لصناعة البترو كيمويات كأس الشركة للشوط الثاني إلى كوميل الملاح وكأس الشوط السادس إلى المضمر الفائز يوسف البعينين بما قدم مدير عام نادي راشد الفروسية وسباق الخيل توفيق شرف العلوي كأس النادي إلى المالك الفائز رائد البعينين